اول ما امنت بالربي يسوع المسيح كان الحرب بين العراق والكويت وكنت من اروح الكنيسة كانوا في بغداد كانوا يرددون مزمور واحد دائما كل خميس منو يعرف اي مزمور لا لا بالحرب يرددو لا احنا مشينا هذا فريق الانشاد العراقي وليس مزمور بالحرب يتردد بالمخاطر يتردد واحد وتسعين واحد وتسعين من كثر ما كانوا يرددوه حفظنا رح اشارك معاكم في هذا المساء مزمور واحد وتسعين الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت اقول للرب ملجأي وحصني الهي فاتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يضللك وتحت اجنحته تحتمي ذكروا هزين بعد شوية رح نرجع لها ربي بارككم شباب بخوافيه يضللك وتحت اجنحته تحتمي ترس ومجن حقه لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وبأ يسلك في الدجا ولا من هلاك يفسد في الظهيرة يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار الله على المقطع الجاي لأنك قلت أنت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر يا جماعة الوعد من منه جاينا من الملك من الخالق لا يلاقيك شر اتمسك بالوعد وطالب بالوعد لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لأن لا تصدم بحاجة رجلك على الأسد وصل تطأ من يعرف شنو يعني تطأ على الأسد والسلطة الشبل والثعبان تدوس لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي طبعا المزمور هذا يحكي عن حرب روحية وإحنا استخدمناه نستخدمه أيام الضيقات وأيام الحروب وأيام وأيام بس هو بشكل صريح وواضح هذا يحكي عن الحرب الروحية وماذا ينبغي على المؤمن أن يفعل بالحرب الروحية وما هي الإعدادات التي أعدها الله لكي ما يجعلنا جاهزين في الحرب الروحية ما هي المفاتيح التي نستخدمها حتى ننتصر بالحرب الروحية في ناس تقول لا يوجد حرب روحية ردنا ما ردنا اعترفنا ما اعترفنا الحرب الروحية موجودة وحقيقة الكاتب يعني بلش يوضح أنه يوجد أيضا أساليب يستخدمها إبليس معنا وشبهها فخ الصياد الوباء الخطر خوف الليل سهم يطير بالنهار الأسد أصل ودور المؤمن ما هو دور المؤمن جعلت العليا مسكنك تعلق بالرب عرف اسمه إذا عمل هالثلاث أمور حقيقة هناك بركات وهناك حماية وهناك خلاص من كل هاي الأمور طيب وإذا أنا التزمت بهاي الأمور رح أنال النصرة موافقين هذا الجزء نشط موافقين لا هذا الجزء دعني يسكت موافقين هاللويا هاللويا إذا نحن موعودين بالنصرة هنا المشكلة هناك كثيرا مؤمنين فاهمين النصرة شوية غلط لأسباب عديدة إما الله يساعد الذي يعلمهم أو إما هم أصلا ما عندهم معرفة بموضوع النصرة يوجد ثلاث مستويات للنصرة في الكتاب المقدس أو في حياتنا مع الله اللي رح أناقشة هسة لأنه بخوافه يضللك وتحت أجنحته تحتمي ما يخطر بالك أي حيوان وأنا دعا أحكي هذه الآية بخوافه يضلل النصر طيب دعونا نرى النصر الله عجبكم هذا النصر النصر مخلوق يكون في السماوات مكانات عالية لكن النصر شرس جدا قاسي جدا يمتلك قوة غير عادية في منقارة في اللي شايفين يوتيوب وين أبو النشي الجيوغرافي لكن كنت اختصاص طيارات لا أعلم إذا وصلت للنصر لا المرات في اليوتيوب لا ترى حتى السمكة بالماء يأخذها على قولة المصريين يسرع الكحل من العين هيتشي هيتشي يعني هكذا تعودت على تحملوني بخوافه يظل لك وتحت أجنحته تحتمي هو شرس من قارحات جدا مخالبة قوية جدا الريش مات طبعا أجنحت مرات يقال أنه يضرب بها يأذي بشكل غير عادي ولو تلاحظون الذي ترى في الفيديو النصر يأتي على ماعز أو عنزة وهي على الجبل ودفعها وعندما وقعت يا الله شاء لها كيف يدفعها بالجناح فقوي شرس لكن هذا النصر من يصير عنده بيبي فرخ طائر صغير يكون لحمة حمراء لا حول ولا قوة فهذا البيبي أو فرخ الطير يكون بسهولة لما يأتي أي حيوان يريد يفترس يأكل لحمة حمراء فريش بالضبط هذا الشكل لا يمكن يدافع عن نفسه أعود للصورة القبل الخوافي منه منه لا يعرف مهند موجود وينا مهند الشاب الصغير ليس كبير مهند تعرف ما الخوافي دائما يجاوبني هو بالأسئلة الصعبة نعم 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 برافو عليك الخوافي هذه التي تحت الأبط هذا يمتاز بريش مثل النعم زغابات كثير صوفت كثير نعم هذا يضم ابن الصغير سنرح للصورة البعد ابن الصغير الذي لا يتحمل الريش الخشن الذي بالخارج يأخذ جو أبط بخوافي يظل لك وتحت أجنحته تحت مين حلو هنا أنا حلو ونريد نشبه بحياتنا مع المسيح بخوافي بداية إيماننا يحامي عننا طيب هذا الولد لمن هو داخل تحت الجناح وأفعى كوبرا حية تأتي تريد تاكل لكن هذا لمن يضللها ويضع الطفل جو الجناح وينظر نظره ويفتح المنقار ما سيحدث بالحية تخاف وترجع لي هل أثناء الفضول داس البيبي وخر الأجنحة وشاف ما نرى حية خايفة هو فاكر الحية خايفة من منه من الطفل لكن هي بالحقيقة خايفة من منه ونحن ورات كثيرة ببداية إيماننا أنه مجرد أن تواجهنا مشاكل نلتجأ للرب ويا رب أرجوك أنت إلهي أنا مآمن بك حديثا أنت تحامي عني والرب حامي ونشعر بالدفع ونشعر بالخوافي ونشعر بالحنان والرب يدافع والرب حامي والرب يرجعنا حقنا لكن هناك ناس تفتهم الموضوع غلط وتفكر أنها صلاتها وخلص وأنا صار عندي السلطان وأنا صار عندي القوة لكن بالحقيقة نحن إبليس هزم بسبب منه بسبب الله هناك ناس تكبرت وانغرت بداية إيمانها وانتهت لأن فكر والحية خايفة منهم طيب بهالحالة أنا منصور أم منتصر منصور من يقول أنا منتصر أنت منتصر أنت منتصر باسم يسوع دائما تكونون منتصرين بس أنا سأحكي لكم الفرق في كثير ناس تسمي منصور ومنتصر المنصور هو قد نصر بسبب قوة أخرى ليس قوته والمنتصر هو قد انتصر بسبب القوة التي يمتلكها طيب هنا فرخ الطائر منصور أم منتصر أنا بداية إيماني مع المسيح منصور أم منتصر منصور أشبه لكم ياها بمثل آخر أنا الطفل صغير أمري سبع ثمان سنين وألعب برا مع الأطفال واجه حقيقة واحد يلعب معنا وضخم جدا وكبير وحجمه كثير كبير وبدأ يضربني اسمه فلان وبدأ يضربني وبدأ يضربني بهالأثناء أبوي كمال أجسام ودخل بالشارع ورأني أنا أنضرب سيأتي شيء للولد ويضعه بالأرض ويقول لي تعال دوس على رأسه فأنا أخاف والولد يرىني وأخاف هذا قبل قليلا أنا لا أعرف قتل من عنده لي تعال لا تخاف تعال دوس على رأسه أو أضع رأسك أضع رجلك على ظهره أضع رجلي على ظهره وحس بالفخر أرجع أماما أماما أنا اليوم فلان الفلان تعرفي طبعا أعرفه أنا اليوم حطيت رجلي على ظهره كمان أنت منين تقدر صدقيني أنا حطيت رجلي على ظهره طبعا الأب يغمز لي بسبب أبوي حطيت رجلي على ظهره طيب هل والدي سيظل معايا دائما يدافع عني والدي سوف يفرح يوم الذي أبدأ أعتني بنفسي صحيا وجسمانيا وأقدر أدافع عن نفسي أنا بهذه الحالة كنت منصور حصلت على النصرة بسبب والدي لكن أنا لم أنتصر بأي لحظة أخرى يأتي واجهني هذا الولد وينطيني القتل المضبوط إذا أنا لم أدرب نفسي أو إذا ما والدي موجود هاي حقيقة اللي واجهنا مرات كثيرة ببداية إيمان أنا أريد أن أدخل يغلق أجنحته أريد أن أدخل وينطي دفع ينطي دفع محقولة أنت مو أبوي اللي تعودت عليه أنت دائما تحطني جواجناحاتك لأنني أريدك تكبر ما أريدك طفل أنا ما أريد أطفال أريدك تكبر وأنا هذا أسقط يأتي الأب وطبعا مرات كثيرة ناس تقول الله تغير كل فكرها عن الرب صليت ومحترك جدر الضغط من شنة أسلق لحم أو بطاطا على النار أو صينية المعكرونا حقيقة الرب تدخل ومحترك نذاك اليوم كل اختباراتها بالإيمان صينية المعكرونا محترقت أو حقيقة إلهنا صالح تفضل تقول اختبارك أنا صليت ولا كان موجود ولكن الرب نطاني مكان صفيت السيارة بالباركينج هذا حقيقة أعظم اختبار مريت به خلال 2019 هناك حقيقة هو غلط هو غلط لكن هذا اختبار لهذا ممكن لكن أنا صار ل25 سنة و20 سنة بالإيمان المفروض لدي اختبارات بعد أعظم سنجي بعد شوية على الاختبارات الأعظم وهد ويبدأ يوقع وإحنا مرات كثيرة حقيقة ننشك بصلاح الله وفي ناس تترك حتى بعد ما تصدق بأ الله لا 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 ما هو الله اللي طفت جدر أو محترقة الماكروني أبدا ما هو الله نفسه لا هو نفسه بس يريدني أكبر يريدني يقوي عضلاتي ويبدأ يروح الأب ويأخذه ويظه قليلا لي فوق ويرجع يهد ويرجع يأخذه بعدين وصعد كافي هذا يوصل يكون محضر للأب فارج الريدي أو شي حتى يغذي نفسه بيقوي نفسه وثاني يوم ويرجع يشيل هذا كالوقت لا يتفاجئ الولد وثالث يوم ورابع يوم وتشوف بالخامس يبدو ينطرون سوا يصير الأب فرحان والابن فرحان هكذا فرحة الربين لمن يشوف نمنطلقين حقيقة رافعين أجنحتنا كالنسور هكذا هذا المستوى الأول من النصرة المستوى الثاني من النصرة بخوافه يظل لك وتحت أجنحته تحتمي مني ذكرتك أكملت الآية ترس ومجنن حقه أحد يا أنا مدرس لغة عربية أو معلمة عربي نشكر ربك ولا واحد يالله ما نفعل بي نحن عايشين بأستراليا لو أنا مدرس إنشاء وطالب من شخص يعمل لي إنشاء ترس ومجن بخوافه يظل لك وتحت أجنحته يحتمي يحكي عن منه كان على البيبي طيب عصوص بعدين ترس ومجن حقه من يستخدم الترس البيبي جندي أحط لصفر تعال يا حبيبي الذي كاتب الإنشاء أنت هنا تتحدث على الطفل هنا تتحدث على جندي بنفس المقطع ما يحدث هو طفل لو جندي لا هذه هذه مرحلة المنصور بخوافه يظل لك وتحت أجنحته تحتمي دخلنا المرحلة الثانية مرحلة المنتصر أنا لا أريدك تبقى بيبي أنا أريدك ترس تشيل الترس وتصير جندي تصير كبير أنا لا أريد أطفال عندي أنا أريد جنود إيهابها إبليس لما تتقدم من يحكي بسفر رؤية عن العرش يحكي يقول 24 حوالين العرش 24 طفل شيخ لا يوجد أطفال في السماء يريد شيخ الشيخ ما يمتاز حكمة وقار قوة خبرة ترس ومجن حقه طيب قبل قليلا حكينا شغلة ما هو السلاح بليس الكذب التفقين كيف نقاوم الكذب بالحق وين موجود الحق بالكتاب المقدس بالكلمة إذن أكثر شي نحارب بإبليس هو كلمة الراب شون اللي صير شوف الخطة بس انت تروح كنيسة أوكي ما صار عندك وقت تقرأ كتاب مقدس هالسنة سنت البعد هالشهر بلي هالشهر البعد هاليوم أنت نام شوي يرتاح وين الوقت أنا داروح أشتغل وأرجع من الشغل التعبان وأنام وأقعد ثاني يوم والأيام تمر بس أنا أروح والقس الفلاني فسر الآية وأنا أصلاً كنيسة بيتي كنيسة تجي تشوف قناة الحياة وقناة الملكوت وقنوات الدنيا دير بالك تأخذ غذاء الروحي من فم خادم تأخذها من الروح القدس مباشرة من قبل الله من خلال الكلمة كل خادم سيوصل لك وجهة نظرة آمين الرب باركم الخدام لكن أنت لا تنتظر أحد يأكل اللقمة ويعلسها وينطي لك لا كل واحد بنا ما شاء الله يأخذ القطعة اللحم وينضغها ويبلعها صح أنا غلطان طيب أنا ليش أنتظر بس الكتاب المقدس على فم الخادم هذا مبارك أنا أروح آمين بس أنا أبقى طيب أبقى طول الأسبوع مرة بالأسبوع آكل أموت أموت تغذالك تأخذ غذاءك فقط من خادم غذاءك تأخذ أنت من الروح القدس تدرس الكلمة تدرس الكلمة وتقاوم تعرف شخص صغير بالإيمان أول ما يبدأ يحاول إبليس باش يكذب عليه أنت أنت أصلا رائع يعني في كثير جول الإيمان بس مو مثلك أنت بسرعة قرأت الكتاب المقدس أنت تنتهر إبليس وتبدأ تتعمق بالكلمة وتقرأ الكتاب المقدس وتقرأ الكتاب المقدس بعد عشر سنين حالك حال أيوبي مر إبليس أمام الله يقول أنطيني هذا دعني أجرب لك يأتي ينفخ أنت حقيقة هس لو ترى بكنيستك ثلاثة من أصل المية عارفين الكتاب وأنت واحد منهم أنت لازم تصير كذا أنت لازم تسوي كذا أنت بركة أنت تقول لأ اذهب عني يا شيطان الرب قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء هذا كل وقت أنت منصورا منتصر هالليلويا هاي المرحلة الثانية وصلنا من عندها نغلب إبليس بالحق وهذا أسلوب الرب يسوع المسيح بالبرية منطلع لإبليس واجهة بالسيف مكتوب 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 وهذا المكتوب شالع قلب الإبليس يعمل جهد حتى أنت لا تلمس المكتوب رح كنيسة طلع قنوات روحية بالبيت اسمع ترانيم يعني خلي بيتك مملوء كتب مقدسة بس لا تقرأ أنت لا تقرأ الكتاب المقدس لماذا لأن من تقرأ سيصير الترس والمجان عندك ستكون وصلت للمرحلة الثانية أن تكون منتصر هذا ما يريد إبليس لهذا سبب نرى كثير ناس مقيدة وعيش بعدها لمرحلة المنصوف وإذا ما نصرهم زعلوا من عنده وإذا ما نصرني أبطل أروح كنيسة وإذا ما احنا تعودنا على الرشاوي يا جماعة احنا جايين من بلدان عربية سوي لي لت فلان شي وأنا أسوي لك فلان شي يا عمي يا نغف كمان مو يا الله مو يالخلق لا لماذا لم أردت لأبني أنا لم أذهب كنيسة هذا الأسبوع لماذا استقطع السنطر من عندي أنا بعد ما أعشور هذه جزاتي لأن أعشور أنت من طلب أنت أنت تأخذ البركة وتعودنا حياتنا شروط يا الله عايشين مرحلة المنصور لكن كلمة عمقنا بالكلمة هذا كل وقت أنا أقدر أن أنتصر طيب أي جيش بالدنيا دور أن ينتصر لكن هل أنا أجلس مكاني وأنتظر الحرب تجي لي عندي هنا سنجي على المرحلة الثانية ما هي المرحلة الأولى منصور والمرحلة الثانية المنتصر طي أعظم سلاح أعظم نصرة ممكن تحققها أو يمكن يحققها الجيش لمن هو الذي يهجب تعرفون نحن مشكلتنا ما وقفنا بعد مرحلة المنتصر في من عندنا ناس عايش سنين رضا إذا حاربني البليس اليوم قدرت عليه وسيطرت عليه وهلل وانتصرت آمين بس بس نحن يعني هذه مرحلة بس ما نوقف عندها هذه مرحلة ما نوقف عندها يجب أن نطلع للمرحلة الأخرى ما هي المرحلة الأخرى ما هي المرحلة الأخرى تذكرون ماذا الرب أو لماذا دعونا نكمل الآية أخرى الآية حبيبي أخرى الآية التي بعدها قرأنا أول بخوافه يظل لك وتحت أجنحته تحت مي ترس ومجن حقه المرحلة الثالثة لا لا ما الآية التي بعدها على الأسد وصل تطأ الشبل والثعبان تدوس قبل قليلا شبهناها تطأ وتدوس من أنا أطأ وأدوس ما أحتاج أحتاج قوة ما يسميها الكتاب المقدس سلطان حسنا نرجع للكتاب المقدس تذكرون الرب أنت وصية قال أنا أعطيتكم سلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو لا ليس فقط هذا الشكل ولا يضركم شيء طيب السؤال لمن الرب نطاني هذا السلطان يعني يعني أكو الرب جهزني بكل شيء وأنا قاعد ومنتظر العدو يأتي بس يأتي أستخدم هذا السلطان وارجع قاعد بيتي هذا الشكل الرب راد طيب الرب ما أراد هذا الشكل نحن عايشين هذا الشكل اي اي الرب انتوصية قال اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة يا أخ الرب لا يريدك قاعد بيتك وأنا أنتظر إبليس يجي علي أنا أهجم أنا أهجم وين تهجم ترى يسوع قال اذهبوا للعالم اذكر لا تتخبل لا تجن العالم قد وضع في الشرير يأكل كبليس إذن حبيبي إذا يأكلني لعدد تبشن ومؤمن أنت مؤمن بقضية فشلة رب أنت أني سلطان تخيل الحرب بين عراق وإيران العراق قاعد ومنتظر إيران يتقدم أي جيش يبادر بالهجوم دائما ينتصر قاعدة أفضل وسيلة للدفاع هو الهجوم نحن نهجم لا ننتظر إبليس حاربنا يعني أنا حقيقة يوجد ناس أعظم اختبار أنها اليوم تغلبت على إبليس هذا كان عام 2019 عام 2020 رب يريد أن نقتحم الأبواب تذكرون آية قالها الرب يسوع المسيح مرة من المرات بعد ما اتهم التهامات عديدة أم كيف يستطي أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته منه ما فاهم هذه الآية أعيدها الكل فاهميها أمان كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي من هو القوي شون أقدر أدخل بيت القوي شنو هي أمتعة تبليس العالم 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 قد وضع في الشرير إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين إحنا المفروض لمن الرب يسوع المسيح حكى قال قاعد هو من تظنون أني أنا من تظنون هذا اللي قال أنت إلي وهذا اللي قال أنت وهذا اللي قال أنت لكن بطرس ماذا قال قال أنت يسوع المسيح ابن الله قال له أنت بطرس وعلى هاي الصخرة أبني كنيستي طيب تعالوا نفسر أبواب الجحيم لن تقوى عليها تخيلوا إحنا قاعدين هنانا يجي الباب لي عندك افتحني الله يخليك حتى تروح لبيتك لا أنت تقوم وتفتح الباب وتطلع أبواب الجحيم إحنا ككنيسة المفروض نقترقها ونطلع للعالم ونبشر بيسوع المسيح ونفك كل الأقفال اللي قفلها إبليس من أمراض من كآبة من حزن من سجون من أمور عديدة قيد بيها ولادة ونفتح أبواب الجحيم وننتهرها ونكسرها ونحرر ونأخذ الأمتعة مع الإبليس بس أنا حتى أعمل هذا الأمر ككنيسة أحتاج سلطان طيب السلطان موجود لو ما موجود سلطان موجود طيب المؤمنين يستخدمون هذا السلطان ليش لأن قاعدين بمرحلة المنتصر بس رضا خلص إحنا منتصرين مني هاجمني إبليس أستطيع أنه أحامي عن نفسي وفي ناس قاعدة بمرحلة المنصور لا يا جماعة رب نطانا سلطان رب نطانا سلطان تعرفون شنو وصلت تلاميذ من أجل هذا الأمر أعطاهم سلطان قالهم اشفوا مرة اخرجوا شياطين طهروا برس طيب وين هذا السلطان احنا صار إيماننا يا جماعة ما احترامي أنا مدى أحكي مدى يعني ما أقصد أحد الكلام إلي قبل ما يكون لكم بس بشكل عام الكنيسة وين وين السلطان وين السلطان لازم كلامنا يكون مصحوب بسلطان كيف من نطلع نحن نهجم بدورنا على أبواب الجحيم ونرد المسلوب للرب نحتاج سلطان هل القوى نستخدمها يعني أنا مثلا أجلس واحد إنسان مصاب بمرض معين وكأنه من ينظر إلي يا غسان أنا محتاج حقيقة اللي تتحكي كلام رائع أنا محتاج أتحرر أنا تعبت 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 مقيد هذه السنين أحتاج أجي معاكم وأسبح بهذه الروح الحلوة وكأن الصوت يطلع من الداخل حبيبي الرب باركة كلنا سنصلي لك أراكم بخير أسبوع الجاي وأروح لا أنا أبقى وصلي 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 واستخدم السلطان اللي ينطاني يا الرب ويتحرر هذا الأخ أو هذه الأخ ويعيش الحرية هذاك الوقت هالشكل يجي للرب يسوع المسيح لماذا؟ لأن كلامي أقترن بسلطان وليس كلام اللي صاير هزة بهالأيام كله كلام كله كلام والمشكلة أنه كل واحد يشتغل الملكوتة نريد مجد هذه الطائفة ونريد مجد هذه الكنيسة ونريد أنا فلان خادم ممسوح سيأتي عندي لا أريد أحد يعرف لا أريد أحد يشوفه لا أريد أحد يتكلم معه لا أريد أحد يا عمي يجعل الناس تخلصوا تعرف الرب يسوع المسيح حقيقة أنا يعني شوية شوية بلشت أفكر بهذه الطريقة الغلط بعدين أصحى أنت تتخدم كنيسة لو تتخدم يسوع لما تستخدم سلطانك سأحكيها وحطوها تركية يا شباب يا أولاد بأذانكم لما تستخدم سلطانك أنت تتأيد أنك مؤمن بكلمة الله ولما لا تستخدم سلطانك إيماننا كلام ويا ما كثر الكلام بهذا الزمن إذن أول مرة ربي ينصرني ويحطني تحت الأجنحة بعدين يبدأ يهدني وأواجه الصعوبات ويرجع ينقذني وبعدين أتعلم الكلمة الكلمة تصير هي سلاحي أوصل مرحلة المنتصر بعدها أنا أرى قلبي ينطيني السلطان ينطيني السلطان والسلطان ترى سلاح 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 يعني تلقى تخيل أنا ضابط بالشرطة والضابط بالشرطة يحمل سلاح مسدس رجعت للبيت حطيت المسدس تعبان يا مرة سويلي غدا أو عشا أريد المسدس ألعب بي لا بابا أنا لازم ألعب بالمسدس لازم ألمسك السلاح لا أنا لا سأكل لمدة أسبوع عندك لا تأكل لا تلزم السلاح أنا سأكسر سأعمل لا سأذهب إلى المدرسة سأذهب إلى المدرسة ورجلك فوق رأسك وليس سأتمسك السلاح لكن لما أبني يكبر ويدخل كلية الشرطة وقالي بابا ممكن اليوم أستخدم السلاحك بسهولة أعطيه السلاح صارت واثق بي لماذا مرات كثيرة مؤمنين ما عندها أو ما تستخدم السلطان لأن بعدها بمرحلة المنصور وتريد السلطان أول مرة دعنا نواجه بالحق دعنا لدينا غذاء الكلمة هذا كل وقت ينطينا للسلطان على طبق من ذهب تعرفون من ضمن السلطان اللي كان عند بولس أنه لم يشفي حتى يضرب الناس بالمرض تعرفون كان عند هذا السلطان لو لم تعرفون غير سيمون بعد تعرفون أنه عمى واحد أول خدمته بولس الرسول طلع على قبرص جزيرة قبرص والوالي قال أنا أريد أسمع عن يسوع راح هناك وكان يوجد واحد ساحر اسمه بار يشوع أو عليم الساحر وبدأ يقول رسول رسول بولس هذا وبدأ يشوش ببدأ يشوش حتى لا يسمع الوالي ماذا يقول بولس عن الرب يسوع المسيح طلع السلاح بولس هو المقطع موجود معرف إذا خال أندرو أو لا قال له أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة فالآن هو ذا يدرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده فالوال حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب ضربة طلقة تخيلوا له إحنا عدنا السلطان هذا الأخ حكى بظهري ونعمى وهذا نعمى وهذا خرس وهذا انشل وهي شي شي نطلع كلتنا من الكنيسة كنيسة شيش بيش مستحيل يعطينا يا الرب ونحن بهذه الحالة مع العلم صح له لا شباب مع العلم هو السلطان موجود على البولس وراء قليلا طلع منا يعني هو عمعين لهذا وراء قليلا طلع وذهب على على فيلبي من راح على فيلبي آمنت ب ليدية ورشوية امرأة بها روح عرافة المسكين راح صلوا عليها وتحررت استخدم السلطان شنو صار قام وكل الناس ضده ولازم يدخل للسجن يعني كان يقدر يطلع الاسلاح بلو 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 والكل عميان وهو ينهزم لا هذا السلاح اللي عندي أستخدمه حسب فكر الرب جلس وقعد يا رب شسوي وياهم انت آمنت وياك ليدي ولكن لدي سجان فيليبي أريد أريد آمن لمن أنت توصل تدخل للسجن يالله تقدر توصل له فلازم يا ابني تدخل للسجن ماذا كان يعمل بالسجن يسهر طول الليل يسبح ويرنم ويشكر الله هالللويا مبارك يسو يسو بطرس بطرس قام ميت لكن مات مصلوب لما نوصل مرحلة نبدأ نستخدم السلاح السلطان بالشكل الصحيح هذا كل وقت رب يعطينا بس حتى نوصل مرحلة السلطان يجب أن نكون تشربنا بالحق وانتصرنا مرات عديدة وعشنا حياة الانتصار يعطينا السلطان بكل سهولة ولمن سيعطي السلطان بعد ما سنتعب يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين يعني أنت تمشي واحد يروح نجس ينشمر بسبب قوة الروح القدس الذي عندك والحق يعني أنت تصافح واحد ينال شفاء من عند الرب دون أن أن تعرف يستخدم تكون قناة صغيرة لمجد الرب يسوع المسيح هذا الذي يريد من عدنا يا جماعة عام 2020 نخرج ونحرر الآن نحن عرف مرحلة منصور عرف مرحلة منتصر عندما تبدأ تستخدم هذا السلطان والناس تآمن تعرفون ما اسمه هذه المرحلة يقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا هنا نحن أعظم من منتصرين تعرفون الفرق بين منتصر وأعظم من منتصر ماذا سأشبه لكم معها قصة يا شباب ستحفظوها بعد أدخل أنا غابة ويطلع علي أسد وأنا أبدأ أقاوم الأسد وأقتل الأسد أكون منصورا منتصر أكون منتصر حلو هناك فرق لما أدخل الغابة وروني أين بيت الأسد وروني أريد أشوف الأسد وين أريد الأسد يا بأ عريني الأسد هناك والأسد نايم لا تورط نفسك وخر من طريقي أروح إلى الأسد أخذ من ذيلة أطلع برة أبدأ أضربة أبدأ أضربة وأقتل أكون أعظم من منتصر هذا ببساطة للرب يريد من عندنا يا جماعة من ننتظر الأسد يهجم علينا أنا أقتحم العالم وأبشر بيسوع المسيح هو الملك هو الله هو المتجسد هو المخلص هو الشافي ومصحوب السلطان هذا كل وقت أعظم من منتصر أنا وضحت الثلاث حالات والخيار خيارك تريد نبقى منصورين ومنتظرين جدر الضغط ماء يحترق والمعكارونة تبقى بالفرن وأحصل باركينغ إنه أقوم بك تريد تقعد في بيتك وتنتظر إبليسي يهاجمك وتنتصر إنه أقوم بك لكن إذا تريد تعيش أعظم من منتصر يجب أن تلتزم بالحق وتقرأ الكلمة حتى تقدر مثل سيدك تجرد الرياسات والسلاطين بقوة هو يرى تلت أن تأخذ وقت بينك وبين الرب الوقت الجاية كلنا اختبرنا أول اختبارين لكن كثيرين من عندنا يشتهون الاختبار الثالث أو المرحلة المفهوم الثالث من النصر أعظم من منتصرين وهو حقيقة هذا اللي قصد الرب أنه ننطلق إلى العالم ننطلق إلى العالم وين إلى ما دفي على الشرير أريد أرجع بس إبليس قوي لكن اللي فينا أعظم بس ما رح يصدقوك ورح يقولون الكتاب محرف رح وريهم السلطان من رح يشوفون السلطان رح يآمنون أريدك تصلي بينك وبين الرب الوقت القادم يا رب أنت وعدت قد لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونوا شهودا في أوروشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض يا رب أنا أصلي من أجل قوتك تلمس أولادك وبناتك في هذا المساء قوة الروح القدس استقبل 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 إبليس كذاب وإبليس ما عنده سلطان عليك بس أكاذيب أنت تقاوم إبليس بالحق خلي رزنامتك ملغومة بالحق خلال عام 2020 تمسك بالكلمة تمسك بالكلمة أكثر من الغذاء الجسدي لأنه نهاية كل شيء قد اقتربت ومثل ما أرشد الروح هنا قبل شوي وقادنا بكلام من الكتاب المقدس رب يريد رجال رب يريد أقوياء حتى نكون أقوياء ترس ومجن حقه أنا واثق أنه الرب كلمك أو كلمك في هذا المساء رح ترجع بكل رغبة وفرح رح تفتح كتابك ورح تقرر بجدول جديد من أول شهر من عام 2020 حتى لا يصيبك إلا البركات في هذا العام حتى تختبر أن تكون أعظم من منتصر لا للمفشلات لا للأمراض لا للضعف لا للحزن لا للشكوك رح تعرف فكر الرب ورح أظل تسبح بسم المسيح يا رب أنا واضع أمامك ولادك وبناتك في هذا المكان يا رب أنت تشوف القلوب أكو قلوب كثير فرحانة اليوم أنه أنت كلمتها أكو قلوب كثير فرحانة اليوم أنه أنت جاوبت أكو قلوب فرحانة اليوم أنه حصلت على وعد من الملك قالت يس أنا جيت اليوم وأخذت قوة من الأعالي بسم المسيح بارك كل أخو أخذ في هذا المكان وعطينا روح واحد أن نقتحم أبواب الجحيم ونرجع المسلوب أضعاف لشخصك باسم يسوع وشعب الرب بروح واحد يقول هاللويا مبارك كسم يسوع ترجمة نانسي قنقر